بعد ساعات قضاها مروان في أسواق محافظة إدلب قرر التخلي عن كثير من الاحتياجات التي اعتاد شراءها قبل شهر رمضان وكغيره من السوريين لجأ إلى تقليص نفقاته نتيجة الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب والكوارث لا أريد أن أشتري شيء، أريد أن أشتري سكر، شاي، رز، برغل، ثمني، لا أريد أن أشتري طلعت بدون شراء أي شيء يعز التجار ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى توقف حركة المعابر التجارية عن العمل لفترة بعد الزلزال وزيادة الطلب على تلك المواد من قبل المنظمات الإنسانية التي جهزت آلاف السلات الغذائية للمتضررين إضافة للتراجع المستمر لليرت التركية مقابل الدولار والله هذه السنة كانت حركة أكثر، حركة اعتصادية أكثر هلأ سبب الغلاء الزايد في السوق والارتفاع الأسعار بشكل عام بعد الزنزال والحمد لله رب العالمين، هلأ الوضع الحركي شوفت عينك يعني كل سنة كان كل سنة عب السوق إلى وراء هلأ سبب صعوبة المعيشة مع المواطن المستفيد الارتفاع المتسارع لأسعار السلع في شمال غربي سوريا في ظل الأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية المتردية للغالبية العظمى من السكان يشكل تهديدا مباشرا لأمنهم الغذائي وللأوضاع الصحية لكثيرين تأثرت كثير الناس والسكان المنطقة بارتفاع الأسعار والنتيجة ذلك يلجأوا لأحد الحلين الحل الأول أن يتوجه للمنظمات وازديادة التوجه نحو السلال الغذائية والسلال التي تقدمها المنظمات بالمرتبة الأولى والمرتبة الثانية هي أن يستعيضوا عن بعض المنتجات التي يحسنوا أن يستغنوا عنها من التي ارتفعت أسعارها رغم أن الخوف من ارتفاع الأسعار مع قدوم شهر رمضان أمر اعتاده السوريون منذ سنوات نتيجة ارتفاع الطلب على كثير من المواد الغذائية إلا أنهم يطالبون السلطات المحلية بتجديد الرقابة على الأسواق للحد من احتكار التجار لبعض المواد الأساسية وتحكمهم في أسعارها كانت هذه الأسواق تزدحم في مثل هذه الأيام وتستقبل المتسوقين بالعروض الموسمية التي ترتبط بشهر رمضان إلا أن عدد المتسوقين انخفض هذا العام إلى مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأزمة الاقتصادية واسطف حالي الفقر يمان السيدة الحرة محافظة إدلب